مسحسة الأمينة حي في الجزء التاف ملخص أحداث الحلقة الحداشر اللي بتبدأ بأمينة كانت موجودة في مكتبها وبيدخل عزيز وبيعرفها أنه عرف أن جزءها خلاص حي تسجن وعمل يعني أنه هو وقف جنبها بتقوله الروح دلوقتي على شغلك بالنسبة ليه بسبوسها بتدخل وبتشوس ساعد جزءها مع طلال وطلال كأنه كده خنقوا هم نايمين بتتخنق مع طلال وتقوله لكن طبعا ساعد بيقوله إحنا كنا نايمين وبيقوموا بسرعة مفزوعين بعد ما بيلاقوا أن هم تأخروا على الشغل بيجروا بسرعة لشان يلحقوا الشغل والعيلة كلها مستغربين بالنسبة لأمر بتروح على شأن تزور أمينة وبتقولها أن هي عايزة تدشي معايا في موضوع المشروع بتاعها الجديد وبتقول لها دي تفهمي إيه في المشاريع التجارية قارت لها أفهم وكمان يا ريت تفكري في الموضوع ده كويس وبتقولها أن ساعد موجود هنا وأن أنا عينته هنا وبتتصل بيها علشان ييجي أما عبود بيتكلم مع أمه عن توتا وأن هو بيحبها وأنه عايز تجوزها زي ما عبدالله حيتجوز حصة وبيقولها كمان أن توتا طلب التليفون طبعا بتداي وأول ما توتا بتيجي بتقولها يا خالتي بتقولها ما تقوليش يا خالتي وإنتي أصلا إزاي تطلب منه تليفون إنتي ما عندك إش دم إنتي شكلك طمعانة فيه وبتعزقها وبتسيبها وتدخل عبود بيدلتوتها فلوس قالت لو هتقول لأمك قال لها لأ قالت لو لو قلت لأمك أنا مش حاجة تاني أبدا ولا هتشوف وشي ساعد بيروح علشان يشوف أمر وأمينة وأمينة بتقول إن الحلقة كانت جميلة واتدحك جدا وبتقول كمان لأمر يا ريت تغديه مدير للقناة قالت لها أنت لو جيتي المديرة للقناة أنت اللي هتغطي عليها قالت لها لأ ماليش دعوة أنا ماليش في الحاجة دي أنا ماليش بس غير في التجارة وبس بتعزمها أمر على المطعم لكن بتقول لها إن شاء الله بعد كده بيستأزي ساعد وبيمشي بعد أن أمر ما مشت وبيروحوا بتكلم معاها وكمان بيمسك يديها وبيبقى عايز يقولها كلام لكن بييجي طلال وبتأكد لهم عزومة العشان بتقول طلال ما يجيش لهو ولا أخته لكن قال لها ليه أنا كويس والله قالت له خلاص ابقى تعالى أما بالنسبة لعبون قاعد مع توتا وممتو على الفطار وبتضحك عليه علشان بيقول على البدعيون والأم بتقول كله انت سكتة وبتقولها كمان في رياضة بعد الأكل ده نظمنا العيلة كلها بيستعدوا علشان بيروحوا الأمر مع زمين على العشة عندها أما بالنسبة للمساعدة اللي مع أمر بيقولها أن التبرعات وصلت لخمسين ألف فرحت جدا وقارت له خلاص انت لك خمسمية وقالت ساعد لهم ألف قالها طب والباقي انت عا تديني خمسمية بس ده ظلم لكن بتهزقوا وبتقول ذا اللي عندي إذا كان عاجبك بيسيب المكان وبيبشي بقولها ماشي حاضر وطبعا شكله حينتقم منها عيلة ساعد بيوصلوا على المطعم بتاع أمر وبيبقوا فرحانين جدا كأنهم ما شفوش أماكن قبل كده بيسلموا عليها وطبعا كانوا عملين لوية وزحمة كتير جدا وبيهجموا على البوفي وبيتخنقوا مع بعض وبيأكلوا وطلال كان بيأكلوا ما يمونة جات وقالت له تعالى صور لي فيديو وبالفعل بيصور لها فيديو وهي بتعرف على كل العيلة وبتقول لي دي سعدية خالتي ودي أمي سمية وده أخويا وكمان بسبوسة مرات عمي وده عمي وبيأخدوا كمصورة كده مع بعض أثناء الحفلة وطبعا بتوصل أمينة وبيسلموا عليها وهي كمان بتسلم عليهم واحد واحد وبيوقف جنبها سعد وأمر كمان سعدية ورقة بيروحوا علشان يقولونها أن هي جميلة جدا وأن يرون الحمراء حلو علشان طبعا ياخدوا منها الحمراء وبتدي الرقة فعلا كمان سمية وميمونة بيروحوا يوقفوا مع أمينة وبتقول لها أن بنتي ميمونة زي الأمر وبتقول لها ميمونة يا ريت تنتجي لي فيلم ولا حاجة وطبعا أمينة بتقول إن العيلة دي تجنن لأنهم كلهم تقريبا ما جنين كده مع بعض وقفين وبيغزوا في بعض ميمونة مش طيقة رقة ودرقة كمان طيقها وكمان سبيكة كانت قاعدة بتاكل هي وبزبوسة وأمر بتتكلم مع سعد وبتقول له أحسن حاجة مراتك بزبوسة دي بس تديها صح وهي أصلا ما تتقلش عليك هي بس تحب الأكل لكن سبيكة بتقوم بتتخنق معها وبتقول له أنت إيه اللي أوقفك معها كل ده وبتبقى مدية جدا وبيغضوا صورة مع بعض وأمينة هي اللي بتصورهم أمينة قاعدة مع دكتورة نفسية وبتحكي لها كل حاجة أمينة بتتطلق من حسن وحسن بيدخل السجن بالنسبة لفق عزيزة عملت اللي هي عايزة جوزت بدر لفوز وبتقول لهم ملكه كده كأنه متلكه ميت أنا مبسوطة وعيزاك وإنتو كمان تنبسطوا وعمالة بتزغرت في الشارع وطبعا فوز وبدر كان مخصوبين على الجوازة دي وبتقول لهم أن هم يا رب طفت اللي في بطنها أمينة موجودة مع ساعد وطلال في الشغل بيدخل عزيز بيتكلم بطريقة مش كويسة وبيهزق طلال عشان مش بيشتغل وأمينة كانت وقفة وقالت له تعال ورايا طلال مش طايق اللي اسمه عزيز وبيقوله أنه عايز يلبسه دهمة عايز يدهسه بالسيارة ويقول أن ساعد هو لعملها لكن ساعد فدر يضرف فيه أما عزيز فأخته بتزعله وبتقوله ما ينفعش تتكلم مع الناس اللي شغالين عندي بالسلوك ده أنا أكبر بكتير من هيك أنت تعرف لي مصلحتي قال لا أنا عايز مصلحتك فعلا وخايف الناس دول يتحكوا عليك ولا ياخدوا عليك يعني أو المجوزك دخل السجن قالت له ده طالقي ونعرف إزاي يتعامل مع الناس أنا بصرف عليك وعلى أمك وعلى أخواتك وبتقوله يلا نروح شغلك أما بالنسبة لعيالة ساعد كلهم بيروحوا علشان يختاروا لبس علشان يروحوا فرح حصة واختأمينة وبس بوس اختارت لبسه برضو واختارت فرير عايزة تلبس عليه سوريه وكالعادة ميمونة ورقة مش طيقين بعض كل واحدة عايزة تبان أحسن من التانية وبيتخنقوا وبس بوس بتقول لرقة يولية وبتدايق جدا أما حصة وأمينة وكمان عزيزة وأمهم طيبة كانوا موجودين عند الصالون بيزبطوا نفسهم علشان العرس وحصة متدايقة علشان طلعها لها حباية أول مفوز بتيجي طيبة بتدايق جدا وبتتخنق معه بتقولها هو أنت ببيتالتنا إيه اللي جابك ورانا قالت أن عزيزة هي اللي عزمها علشان تيجي وتعمل شعرها صوتهم عالي جدا وأمينة بتحاول أن هي تحل المشكلة اللي بينهم بينما عين السعد كانوا بيجهزو هما كمان علشان يروحوا العرس بتاع حصة الكل بيجهز سبيكة بتعمل دوافر بسبوسة وميمونة بتصور فيديو والكل بيجهز نفسه شعره علشان يروحوا على العرس وده كان ملخص لأحداث الحلقة الحضاشر ومسلسة الأمينة حافة جزء الثاني يارب الملخص يكون عجبكم ما تسيريش لايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكو كل جديد باي باي